السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يا رب اكونوا بخير احنا النهاردة هنعمل مع بعض طريقة سهلة جدا للرز بلبن هنعمله بعشر معالق سكر بس لو انت بتتلغوطي دايما في المقادير فالطريقة دي هتبقى سهلة جدا بالنسبالك يلا بينا نشوف هنعمله ازاي بس قبلا ما نبتدي ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعالوا الجرس عشان جيلكوا كل حاجة انا بنزلها وشكرا ليكم ويلا بينا نبتدي الفيديو اول حاجة معنا ربع مجرز هنا غسلنا الروز كويس هنحطه بقى في الحلة ونحط عليه مية يدوبك المية تغطي الروز يعني حوالي مجرين مية كده وبعدين هنغطي بقى الحلة ونسيبه يستيبه براحته اول ما يبدأ يغلي هنوطي عليه هنا خلاص الرز شرب المية واستوى هنبتدي بقى ان احنا نحط عليه السكر هنجيب معلقة كبيرة ونعير بيها نحط بالزبط عشر معالق سكر وهندوبهم كويس مع الرز قبل ما نحط اللبن لازم السكر يدوب مع الرز الاول وهنا خلاص السكر داب هنا بقى هنبتدي نحط اللبن بعد ما السكر داب مع الرز هنحط اربع مجرات من المجر ده المجر ده اه الاربع مجرات منه حوالي كيلو كيلو لبن يعني احنا هنحط على على عشر معالق سكر ونقلبه بقى كويس وهنا جبتم مجر الاربع مية وحطيت عليه تلات معالق كبار نشا ودوبتهم فيه مية من الحنفية مش مية دافية وهجيب معلقة كريم شانتي كبيرة وهدوبها مع النشا هنا خلاص اللبن غلي معنا هنبدأ ننزل عليه النشا بالتدريج النشا اللي عليها كريم شانتي بالتدريج ونقلب كويس علشان ما يكلكعش بنقلب بقى نقلب فيه كده بالروحة لحد لما نحس ان هو تقل معنا وانواع النشا برضو غير بعضها يعني ممكن انت تحطي معلقتين كبار نشا وتمسك معاكي ممكن تحطي تلاتة وما تمسكش فا لو انت لقتيه لسه سايب شوية مش مسك معاكي ممكن تزاودي معلقة نشا كده بسيطة في شوية مية صغيرة حبة مية صغيرة مش كتير هدجو بهم برضو بنفس الطريقة وتحطيهم بالتدريج وتقلبي وهي هتتقل معاكي لحدا ما تتقل هنا خلاص هي تقلت معايا وبقيت جاهزة ان انا حطها في الاطباق كده خلاص هو قوامك ده حلو جدا وكمان لما بيضرد بيمسك اكتر وكده خلاص الطبق جاهز معايا طريقة سهلة جدا وسريعة ومش بتاخد اي وقت معاكي اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يجالكم كل حاجة انا بنزلها شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته